خليني بس أف مع النقلة يعني أنا عايزة طبعا أنت راجل هداف وقلت لي من فن السيزن تاني هداف في بطولة الدوري موسم 2007 و2008 يعني موسم 2014 تمام بس برضو يعني أكتر ضغط جماهيري تعرضت له وهو إنك إنت تجيب جوال أو إنه المحل يبقى في مركز كويس لكن لما تروح نادي مطالب فيه من يوم الأول إنك إنت تلعب على المكساب طول الوقت وإنك إنت تحقق كل بطولة بتدخلها ده أنت استقبلته إزاي؟ أول ما لبست فنات النادي الأهلي سبك من التعقدات بقى والنجومية والشهرة الحمل اللي أنت حسيته على نفسك أو الضغط اللي أنت حسيته بمجرد ما بقيت لابس فنات النادي الأهلي بص أنا بصراحة كنت يعني كنت كنت متحمس جدا تراح كمان في فترة ما هو بالظرط كان جيل زهبي جيل زهبي طبعا كنت متحمس جدا وبداية بدايتك أول ما منضميت للنادي الأهلي في أول تدريب كان معسكر في ألمانيا فطبعا كان مستر مانو الجوزي موجود فهو كلمني قال لي بص أنت كنت بتنافس على هداف دوري في غسل المحلة كان ليك اسم وليك رصيد أنت هنا في النادي الأهلي رصيدك سفر فبصراحة في الوقت ده أنا حسيت أن أنا يعني المسؤولات كبيرة جدا وهي فعلا صعبة جدا أن أنت تلبس تشيرت النادي الأهلي يعني خاصة أنا روحت في وقت كان فيه فلافيو كان وعمد متعب ده فلافيو كمان كان كويس جدا كان متعب كمان مشي شوية راحة السعودية فكان الموضوع بيني وبين فلافيو وفيه كان أسامة حسني وأحمد بلال كان فيهاني العجيزي كان برضو حسين ياسر محمدي وخاصة أن كان مستر مانو اللي كان بلعب بمهاجم واحد فإحنا كنا كتير كانت مشكلة بالنسبة لك أو يعني لأ يعني أنت جاي نجم في المحلة برضو أنك تلاقي أنت كل أسماء اللي انتهى أسماء يعني ليها وزنها أسماء كبيرة طبعا بلال وإسامة وهاني وفلافيو طبعا كان في عزو إحنا كنا بنموت بعض في التمرين على اللي يدخل للـ 18 اللي يدخل المباراة يعني شوف أنت بتنافس أن أنت تدخل فدي بتبقى طبعا تسبت إيه مع الأهلي يا كابتان أحمد تسبت كل حاجة طبعا يعني النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا وهو برضو يعني بفضل ربنا وهو سبب الشهرة برضو يعني بعد غز المحلة لكن النادي الأهلي هو يعني أضاف كتير طبعا وأضاف لي كتير جدا فكرة ناكي أنت كل بطولة إحنا نتكلم يعني الأهلي الحمد لله السيزن الأخراني مخلص مفنش بسلسية وعندنا نشاء الله أمل كبير جدا في أن إحنا نحافظ على بطولة دوري أبطال أفريقيا ونحافظ على الدوري وناخد كالسوبر أفريقيا فكرة أنه اللاعبة تبقى في مطحنة بطولات يعني أنت الجيل ده أنا كنت أتكلم عنه تحديدا الجيل والأسماء ومعهم تريكا ومعهم إسلام الشاطر وبركات وعمد النحاس والجمعة والحضري وإحسام غالي وإبراهيم سعيد يعني جيل كلهم الحقيقة أعتاولة كرة يعني فكرة أنك أنت تبقى طول الوقت بتلعب على بطولة وتخلص من بطولة تطلع على بطولة تانية إزاي بيبقى في الحقيقة في الزابط أنتوا بينكم وبين بعضك العائبة بتلاقوا تدافع لده بص إحنا يعني أي لعب يدخل النادي الأهلي بصرف النظر عن النادي اللي هو كان فيه قبل كده سبحان الله يعني بصراحة بتحس أن أنت من غير ما حد يتكلم معاك بتحس أن أنت مطالب بمكسب بتحس أن أنت مطالب ببطولة بتحس أن أنت ما فيش أي بطولة بتدخلها غير لما بتنافس أن أنت تكسبها فدي ميزة كمان من سمات النادي الأهلي وسمات الأندية الكبيرة أن أنت كلاعب عارف من غير ما حد يكلمك في أي حاجة أنت رايح نادي كبير نادي بينافس على بطولات ما لقاش علاقة مثلا بسيستم جوة قط اللبس بحالة بيقدمها المدير الفني بتعليمات أو بقواعد بيحطها مدير الكورة يعني الموضوع ده باي ديفولت كده بيحصل لوحده اللعيب مجرد ما بيلبس التيشرت وبيحس أنه بقى في السكوت بتاعت الأهلي بترجم عنده أنه كل مبارنة بدخلها لازم أكسبها أو لازم أفوز بالبطول هو ده بيحصل أن أنت طبعا في مسؤولين بتكلمك في مدير فني بيتكلمك في لجنة كورة لكن أنت كلاعب طبيعي أنت عارف أن أنت رايح نادي بطولات فطبيعي استحالة يعني أنا معلش أنا لعبت في الألمونيوم لعبت في غز المحلة المطالب مني أن أنا قاعد في الدور لكن لما رحت الأهلي لأ أنا عارف أن أنا رايح مطالب مني بطولات والحمد لله أنا أخدت ثلاث بطولات مع النادي الأهلي واخدت معتقد مع منتخب مصر برضو أخدت بطولة العرب البطولة العربية في 2007 مع كابتن حسن شحات عظيم